ليست جديدة دعوات حصر السلاح بيد الدولة أو الحملات التي يقال إنها تلاحق جهات تدع انتماءها لهذه الجهة المسلحة أو تلك لكن بمجملها لا تنتهي إلا بصغار المسلحين بهدف ذر رماد في العيون للتغطية على الجرائم المتواصلة التي شهدها العراق وما زال وخصوصا تلك التي اقترفتها الميليشيات نفسها وما باتت تحتاج إلى دليل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي أحمد الأسدي قال إن حملة إغلاق المقرات الوهمية التي وصفها بأنها تنتحل صفة ميليشيات الحشد سوف تشمل مقرات الأحزاب السياسية التي تمتلك أسلحة غير مرخصة ووصف الحملة بأنها خطوة في غاية الأهمية بسبب عمليات الابتزاز التي مارستها عناصر في ميليشيات الحشد ضد سكان بغداد كما قال ما أدى إلى إضعاف الأمن داخل العاصمة العراقية العديد من المقرات التي تعود لميليشيات منتشرة في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد منذ سنوات والأعداد المتزايدة من هذه المقرات تسببت في فوضى أمنية نتيجة تقاطع المصالح بينها وما أدى بدوره لمواجهة بين هذه الميليشيات أو بينها وبين قوات الجيش والشرطة الأمر الذي دفع مجلس القضاء الأعلى إلى التوجيه مؤخرا بإغلاق ما دعاها المقرات الوهمية وهو تصنيف غريب يعني أن هناك مئات المقرات التي لن يشملها القرار بحجة أنها مرخصة لكن الأكثر غرابة أن تتولى ميليشيات الحشد نفسها مسؤولية تنفيذ قرار الإغلاق رغم أن الجرائم التي ارتكبت باسم الحشد تعود لسنوات دون أن يحرك أحد ساكنا مصادر صحفية كشفت عن إغلاق ثلاث مقرات جديدة تابعة لميليشيات الحشد في منطقتين المنصر والدورة وأكدت العثور بداخلها على مطبعة لباجات وهويات وأسلحة وطائرة مسيرة وذلك بعد يوم من إغلاق مقرين في بغداد أحدهما يتبع لميليشيا كتائب النخبة والآخر لما يسمى كتلة دعم الدولة الحملة التي تطال عددا من مقرات تلك الميليشيات تطرح أكثر من تساؤل حول مغزى التوقيت الذي جاء بعيد طلب أمريكي برأي بعض المراقبين بتحجيم دور تلك الميليشيات الموالي لإيران والرغبة في إعادة ترتيب المشهد العراقي ما قد يعني إنحناء حكومة عبد المهدي لرياح الإلحاح الأمريكي التي تشير توقعات هؤلاء المراقبين إلى أنها تحضر لطبخة جديدة في العراق لن تؤثر على الأغلب على دور ظهران لتوافق مصالح طرفي الاحتلال أمريكا وإيران في الكثير من الملفات